بيئة المباريات التي تقام هنا في شرقي التي ابعدت عن طريق جين وي رمية ما سنفذ الكرة في هذا المكان التعمري بيسدد كرة الله التعمري التعمري وعمار يا اردن معك يا نشمي معك يا نشمي التزديد من التعمري وبعد ذلك المتابعة من بها فيصل حارس مرمى المنتخب التايواني ساقط على غضية الملعب هذه هي الاعادة وهذه هي المتابعة والكرة التي تابعها بهذه الطريقة طبعا بها فيصل شوف المجهود الفردي من جانب موسى التعمري والتزديد بهذه الطريقة ويبدو كما ذكرت بأن حارس منتخب تايوان إمكانيات ربما لا تكون تلك الإمكانيات الكبيرة لذلك يبقى حل وخيار بالتزديد من خارج المنطقة هذا مدرب منتخب تايوان والاعتراض تلك اللقطة وهذه هي طبعا الكرة حاول أن يبعد حارس المرمى لكن المتابعة التي كانت حاضرة قلال هذا المساء انطلاق في الجهة اليسرى محاولة الآن لصالح المنتخب الأردن العرضية العالية تبعد الثاني 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 عن طريق أحمد سمير هذه المرة لا مجال للمفاجآت أمام النشامة أحمد سمير يسجل الهدف الثاني لمنتخب الأردن بعيدا عن أي مفاجأة عن أي مباغأة من جانب منتخب تايوان عن نشامة بالاثنين في الستة وثلاثين دقيقة الأولى في أحداث شوط المباراة الأول من هذا اللقاء شوف الانطلاق وشوف التحرك كان وحيدا كان متمركزا في المكان المثالي وبالتالي وضع قائمة يريدون تسجيل هدف يريدون تسجيل هدف لعبي منتخب تايوان وبالتالي يهاجمون في هذه اللحظات كرة وتمريرة في الجهة اليمين داخل المنطقة والتسديد لكن الكرة ينجحون من خلالها أن يسجلون هدف نجح منتخب تايوان أن يسجل هدف في هذا اللقاء وهدف جميل هدف جميل يسجل واند روي شوف ردة الفعل وشوف الاحتفال الكبير هو اللي ينجح في أن يسجل هذه الكرة وهذه طبعا النقلة التي لم يكن فيها تغطية مثالية من جانب دفاع منتخب النشامة وبالتالي ينجح منتخب تايوان أن يسجل هدف تقليل صرفه أجل الحفاظ على التقدم انطلاقه عن طريق أحمد عرسان أحمد عرسان يحاول أحمد عرسان يسدد يا الله على لقطة جميلة وللمرات الثانية يتصد تقريبا بنفس الصورة وبنفس الطريقة يتمكن من إبعاد حارس المرمى في العادة حرام